السلام عليكم متابعين قناة شهيوات سعاد إفاتي ومرحبا بكم في فيديو جديد واقتراحات جدادين كما كتعرفو احنا مقبلي للعيد الكبير عيد الأضحى اللي يدخلوا لنا بصحة والسلامة وضروري بعد تحضيرات الأولية اللي كان وجدوها على تسع منها العطرية فليم شاء الله شاركت معكم مجموعة كبيرة دي التوابي اللي غد يحتاجوها بزاف وغد تستفدوا منها بزاف كتجي رائعة أحسن بكثير من الجاهزة شي حاجة اللي زوينا نقية مجدينها على يديكم عارفين شنو كتاكلو كتوكلو لديداتكم وبطبيعة الحال كتطه عليكم الاقتصادية أرخص بكثير من الجاهزة كما كتعرفو العطرية الجاهزة ركتبع بثمن مرتفع خصوصا هاد العطريات هادول اللي كانحتاجوه بحال مثلا العطرية دي القطبال العطرية دي الكفتاء العطرية دي الحمل مضغمار العطرية ديال الجاهزة المضغمار عطرية ديال المحمار يعني هاد العطريات غد تحتاجوهم بزاف بزاف غيفيدوكم بزاف غنعطيكم نصائح كيفاش تختاروا العطريات ديالكم الأساسية اللي كان خلطوا بها هاد التوابيل هادي وكذلك غنعطيكم حتى الاستعمالات ديال هاد العطرية إلي عجبكم الفيديو حبيباتي ما تنسوش تكتروا اللايكات وتوصلوه الأكبر عدد ممكن ديال اللايكات هكا باش نعرف الفيديو عجبكم وإلا عندكم شي اقتراحات وإلا عندكم شي ملاحظات الفيديوهات المقبلة قولوها لي في التعليق وشكرا على الحب ديالكم وعلى الدعم ديالكم الكلام الطيب اللي كتخليوه لي في التعليق وعلى بركة الله ندوزوا مباشرة طريقة تحضير وأول حاجة كنديروها قبل ما بدون نخلطوا العطرية هي أننا كنوجودوا العطريات اللي أساسي لفتخليطات عندي هنا سكينجوير عرق دائما نختاروا سكينجوير لكل حبة دياله غليضة كذلك الخرقوم حتى هو اختاروا الحبة غليضة كباش يجيكم اللون ديال العطرية ديالهوم يجيكم ناصح عندي هنا زري عاد القصبور يابس طبيعة الحال بعد ما نقيتها مزيان كنغربلوها وكننقيوها كذلك البزار حتى هو كنغربلوه وكننقيوه عندي بزار البيض والبزار الكحل عندي عود النوار عندي نيورا عندي السودانية وعندي هنا الكامون الكامون البلدي طبيعة الحال كامون كنغربلوه وكننصفو وعاد كنبدا كننقيه وديك ساعات كنديرو غيف ديك الصهد ديال الفران يسخن ماشي كنحمرو غيف الصاد وطنقيا ديالو راسالة يعني كديرو بعد ما كتغربلوه وكننصفوه مزيان لديك العباد الرقاق كديرو في شي صحن يكون كبير يعني شي طبصل يكون كبير يكون لديه بيض وكتقسو وكنتنقيوه بحد الباب مثلا كل شي تنقياوه شوية ولا راكم غير في شي وحدا سنقدرو تنقياو ديك الكامون اللي عندكم نسكيلو او 250 قرام على حساب الاحتياجات ديكل واحد تقدرو تنقياوه وتخليو هكاك صحيح تقاوت نحنو غير قياس اللي بغيتو غير العطرية مثلا اسكي جبير والخرقوم كنمسحوهم مزيان بالنسبة لبزار ضروري تغربلوه وتنقياوه النقاة سوعتلاوه وتنقياوها الها الدور سوذانيه ت konkabanجوس Rus original ومجاب عطريا كاملا اتقال بالنقاة ديك الكامله وتطاق souvenir من الخبز ولكنت sorry ليس دئك كامله تقاوت نقاويه وتطاقني ويشارك الظ留ب واليحة سوف تخليه ويشارك feet كان عطريا ليس دratiritual of the Jag בא�تًا قد الإ spent in twenty ッنبsized كاملا هكذا كاملا كل تناقيه يديك الجوجل Blogs نحتاج البسي بيسا القشرة القوزة القعقل نحتاج المطاق 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 اضيفة العشاب المنسيمة نحن اعرق على يدي سكينجبير نانستطحن في العشاب عصام عصام يشوفون اشتركوا في القناة سوف تسالي تسلي طفيوها و عاد حلوها من باب الحتيات و صافي نضيف ملتق باستخدام ملتق باستخدام خلال ثلاثة أو ثلاثة دقيقة قمت باستخدام ملتق بالنساء نتحن العطرية نتحن العطرية نتحن العطرية تستعملوها ديما بزف الاستعمالات من بين يعني الالات اللي كانش اجيبو الكوزينة وكانخدموها بزف يعني ما كتبقاش غير بحطوطها في البلاكار كتتحنو فيها العطرية اي حاجة قاسحة ما كتبغيش تتحلكم فتحانة العادية غتتحلكم فتحانة هذه الليلة زي مرحمة وعاملية بزف واسعب عطرية فتحين هي سكينجبير والخرقوم خرقو مصعب من سكينجبير خرقو مرح بحل كتتحني لحجر بالنسبة سكينجبير في واحد شعيرات فضروري كتتغربلوها وخي تتحن ويتدعق ضروري تغربلوهم ديك الشعيرات اللي كيكونو فيه ضروري هادوك ما كيتتحنوش كيبقاو ضروري كتغربلوه وعاد كتدلو في احد العلبه وكتدو عليهم زيان بإمكانكم تحتفظو بالعطرية في المجميد كتغلفوها مزيان في الاكياس دي البلاستيك وتضبلو الاكياس دي البلاستيك وتجمعو ديك العطرية في واحد العلبه كبيرة تغلفوها بالسلوفان وكتدروا ديك العطرية ديال كتبقا طويل على معنده الشاريخ ديال انتيها الصلاحية بالنسبة لعطرية إلا خليتوه في البلاكارد تقدر تدويد تقدر تسوس ولكن في المجميد كتبقى مدك الشيزوينة غيك ما قلت لكم غلفوها مزيان وعاد ديروها في شي علبة كبيرة وخليوها في المجميد هانتو مشوفوا معينة غنغرب السكنجبير كيبقى قدك الشعر ديال سكنجبير واحد اسميتو هاما عنتو شوفوا كيف اجداريني واحد شب حل شب تيكون في سكنجبير معروف صبح الله في هاد جدر ديال سكنجبير ضروري كنغربلوه كنحيدو هاده هاده غنتخلصو منو وغاد نشوفو الشكل ديها اي ديال سكنجبير شوكي كي يجي غزالوا واحد الريحة مجهدة ولا بغيتو سكنجبير يجيكم اللون ديالوها كما يجيش اللون ديالو مغلوق كتختاروا الحبات السكنج بغيتو غير كي بلدوه هاده المدق ديالو بغيتو زوين 온 ذه لديك تكون لقد طحنها كتي بخ��قوها كاتلينيا يا Maurice دقيقة غديقى انا نطحن معاكم الخرقون مؤثر من أسعب سوبيل في الفطحين. قاصح بحل الحجرة هذيك الشويتة اللي وريتكم هذيك هي بها باش كان ننضف مزيان هاد الطحانة بعد ما كان نتحن بها شي حاجة دابا ما غسلتها شغي نضفتها بديك شويتة وغادي نتحن فيها دابا الخرقوم ملاحظة بنسبة الخرقوم يلي كانوا الحباد الخرقوم غي صغيرين راهم كيدخلو لكم تحت الموس ديال الطحانة وكيكوا نسيوه ما كاتبغيش تدور لكم الطحانة فميز تحنو تحسو بها وقفت كتحلوها وتولو تحيدو ديك الحباد ديال خرقوم يدخلو تحت ديك الموس كتحيدوهم وترجعو تحنو ودائما ميلو الطحانة هاكا ميلوها ووقفوها ميلوها باش ما يدخلو لكم ش ديك الحباد سكين جبير حيث ديال خرقوم زعمة حيث هوا مقاس حين كيدخلو كيكوا نسيو لكم ديك الموس ديال الطحانة هذي غي كملاحظة بين قوسين قلتها لكم حيث أنا وقعت لي واحد المرة ولكن هاد المرة هذي اللي راني عرفت بديت كان ندي الطحانة ونجيبها كبش ميتك ويدخلوش تحت الموس شوفوا معي الخرقوم كيفاش دعقاتو خدات تقريبا خمسة دقايق وهي كتحنو تقريبا خمسة دقايق حتى تحسو بالطحانة واللي كيديالها سخونة ماشي الموتور كيسخون ديك الحديد ديالها كيسخن بقوط الجهد ديال راها فيها الفين واط زوينة وعملية بززاف ما كتلق لا ريحة لاتشي حاجة هنشوفوا معي كيفاش كترد الخرقوم أنا غا نتحن معاكم غيعة جوجة عطريات اللي أنم هوا مصعابين غادي نتحنو معاكم باش تشوفوا هاد التحانة كيفاش زوينة وعملية اللي بنات اللي غادي تقدوها قولو الأخ عصامي أنكم طرع في باش تستفدو متخفض وبالنسبة الخرقوم اللي تكونوا كتختاروه ردوا البال من ذيك الخرقوم اللي كيكون مصبوغ وبنين تختارو الخرقوم اختارو الحبة غليظة هكا باش يجيكم اللون دياله زوينة هدا ملوين طبيعي صبح الله ما تضيف ولا زعفران لا ملوين صيناعي لاتشي حاجة المڗه غالا ؟ ايما كاننا زوينة غادي ما اختاروَ بعض خرقومоб الطياب ديالي بالنسبة للب ضرق ذيك الخرقوم اللي كيستعمل لمؤية جيدة للسوك الحلقة علامة على المحترم سوف نتحن معكم النيورا كنت شاركتها معكم في الفيديو ولكن ديك الفيديو كانوا في بزاف ديال التحضيرات فالبنات ما كانوا يلقوا هاد النيورا سوف ندرسها لكم في هاد الفيديو ديال العطرية بالنسبة النيورا تختاروها عند الطعر مزيان بعد تجيبوها الضار إلا كالحال سخون غسلوها ودلوها تسقطر وخليوها تنشف مزيان في الشمش وإلا كالحال بارد غي كتمسحوها من الغبرة وكتدخلوها غير دك الصهد ديال الفران ماشي تشعلو الفران غير الصهد باش ما تكحالش ويتبدلكم اللون ديالها غي كتسمعوها أبدات تخرشش يعني وكتقوا وكتدغطو عليها بيدكم كتتهرس لكم في يديكم صافي كتتحنوها راي لكالحال سخون ديروها غير شميشة واحد شوية راي هكت تهرس وهاكت تهرس تهي نفس شي طحنتها في الطحانة هالطحانة كيما قدتكم راي غزالة بزاف وعاملية بالنسبة لهاد نيورا راي كتدعقها يعني كتردها ملينة وخاكت تغربلوها إذا ما مكيبقاش فوق الغربال شي حاجة كتير تقدروا قعمة تغربلوها يعني غي هكك يعني زي ما تستعملوها بالنسبة لهاد نيورا بإمكانكم غي هكك تدروها في القراءة العطرية واحد الملاحظة هد العطرية اللي كتتتحنوها فالطحانة ما تدروهاش مباشرة في القراءة العطرية حيث كتكون سخونة مني كنتتحنوها كتتسخن فوسط هد الطحانة كتخليوها فوق سطح العمالي حتى كتبرد وعاد كتتجمعوها في العليبات هدي كملاحظة بحيث ما مثلا الخرقو مسكين جبير كتطلو شو يفطحين فكي سخنو فوسط الطحانة خليوهم حتى يبردو وعاد طحنوهم بالنسبة لهاد العطرية شوفوا معي أنا غنغربلها يعني ما كسبقاش شي حاجة كتيرة تقدرو تخليو ديك الشياء كفا يعني بلا ما تغربلوها ماشي مشكلة أنا المهم غادي نطحن هادي كيميا اللي عندي كلها ديال هادي نيورا هادي هادي نيورا هادي هي التحميرة الأصيلية ديال التحميرة الطبيعية موديك التحميرة اللي كتباع جاهزة رغيال ملوينة ماشي صحية هي والهريسة هادوجوش حويش كنصحكم ما تتقوش فيهم ما تشريوهم شراهم زورين مية في المية ماشي يزعمها خمسين في المية ولا مية في المية ما كيش محسن من الحاجة اللي كتصابوها علي يديكم في الدار فهذا بفصل الصيف مني كيستخل الحال كل واحدة هكا مثلا الكونجي او عطلة يشري العطرية بزايد ويغسلها ويشمشها ونقيها ويطحن شي ويش يخلي هكا في الخنيجات صعيين حتى يحتاجوا عدي طحنو يشري العطرية لعام كل مرة يطحن شوية رميك يوقع لها حتى شي حاجة كتبقى زوينة اذا ما باش نطلعوها نطلعوها لها اللون ديالتحميره غادي ننخلطوها بشوية ديال الزيت بغيتو تخليوها هكا طبيعية تتخليوها كتاخدوا واحد اللي قد تقدرون في الدكوم حيتي هي كتتلق اللون بزاف غادي يبقالكم في الدفار ديالكم وغادي بقالكم حتى في الدكوم ميبغيش يزولكم كتاخدوا زيت نباتية نضيفو زيت و نحن كنحكو تحميرا مبين الدينة نحن نحن نفكو تكتولات ديالك الزيت كتتكولات حتى نصو اللون نضيفو الزيت و ديالك و نحكو بلون و ديالك الول деالي 상황 الآخر نضيفو زيت تجربها بناء اقتصادية تجربها لديها كيلو نورا تجربها بإستخدام ١٠٥ قرام ٥٠٠ قرام تجربها بإستخدام ١٠٠ قرام تجربها 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 جاهزة تجربها مجموعة تجربها تجربها في الصيف يوجد جدد الخضراء محمضة و يصابوا في العيد القديد و يصابوا الخليق و يصابوا تبارك الله في الدار بعد ما طلعت اللون تحميره يمكنك تغرب لها في احد الغريبين لكي لا يبقى لها التكتولات و تضعها في العليبات من الأفضل و تضعها في البلاكر تضعها في الدار و تضعها في البلاكر تكون مضلامة مع البلاكر تضعها في كيس بلاستيكي و تضعها في العليبة و تضعها في المجميد نشرب من ثلاثة تحتاجوا عدل من أحد الغريبين تبني الطياب و اعطيها ممتاز و يتعطي اللون ينبط الجيد لكي ممتاز لكي ميادرس كيلو والريحة ديالها مجهده واللون هراء سيديك اللي قاترة هم ضبغوا باللون ديال التحمرين اللون طبيعي صبح الله مياه في المياهية والخرقم ملونات طبيعية بمسياس ده بم بعد ما كملت العطرية ديالي كل هكي ما كتشوفوه تحنت الكامون تحنت الخرقم تحنت البسي بيسا قاقلة زريعة دلقصبور سكين ججبير تحنت هنا عود النوار تحنت السودانية تحمره كدلك البزارة الاسود او الفلفل الاسود والفلفل الابيض راكع تحت سوا واحد المدق زويل اللي ماكلها انا ضروري البزارة بيدي يكون عندي مع العطرية بعد ما كنتحنو العطرية اللي غادي نحتاجوه كام لكن دوزو ده باش نخلطوها وغادي نبدأ باول عطرية اللي هي عطرية ديال الدجاج المضهمر او الدجاج المقلي وتصلحت الدجاج اللي كيكون بالبصلة والزبيب غادي ناخد هنا شي جبانة تكون كبيرة غادي نوضع فيها جوج مع القكبار ديال السكين جبير ضروري الدجاج كيبغي سكين جبير يعني الدجاج كنكترو فيه سكين جبير كتر من البزارة غادي نضيف كدلك جوج مع القكبار ديال الخرقوم بالنسبة للبنات اللي كيبغيوا يديروا الزعفران شعراء غادي يزيدوا معا شوية الزعفران شعراء اللي كان عندكم غادي ندير تقريبا هنا يا واحد نص مع القا ديال البزار البيض ليل بنات اللي ما عندكمش البزار البيض غادي يديروا العقاء كبيرة ديال البزار الكحل هنا دا لتنص مع القا كبيرة ديال البزار الكحلي يعني المجموعما بين البزار الكحال والبزار البيض مع القا كبيرة lines نضيف معلقة كبيرة القشرة القوزة نضيف معلقة كبيرة تومة يابسة مطحونة ملينة و نضيف معلقة كبيرة و نضيف معلقة كبيرة كان أخذوا قرائعات دي الزاج اللي كيكونوا معقمين كيكونوا منضفين وممكن نمسحوهم زيان وعاد كنديرو فيهم التوابيل ضروري قرائعات يكونوا دي الزاج يكون أحسن كنديرو الأعطارياغي في البلاكار البليصة اللي كتكون مضلمة وكتسدع لهم زيان هكا باش كيبقى الجهد دي الزاجة في القرائعة أنا هنحاول ما أمكان نضغطها للأعطارياغ باش تتعمر له هاد القرائعة هادي بالنسبة لبلاكي غاي سولوني على هاد القرائعات والقرائعات كنت أخذيتهم مصاقة كويزين خمسة درهم وراكينين تا عند كيبيعون ديكشي دي خمسة درهم راكم غاي تلقاهم عندهم عمليين وزوينين أنا كنت شريتهم للضانون ولكن صراحة كنديرهم بزاف الحوائش كندير فيهم توماء كندير فيهم العطرية كندير فيهم يعني شريت بزاف يعني كنت تحتاجوا عمليين بزاف كنتشدعوا القرائعات العطرية دي لكم وباش كنتعرفوا كل عطرية شنو يعني كل قرائعة شنو فيها كنديروا واحد هاد سنأخذوا هذه الليتيكيت هادو هادو وكنديروا هم مع لوازيم ديال المدرسة صراحة عمليين كيشير وليدات الكتوبة كنديروا هدو كنديروا هم غاد وغلية كنديروا هم المجمد كنديروا هم في القرائعات كنديروا هم في الأكيس بلاستيك هنا كتبت فيها العطرية ديال الدجاج المضغمر وهالعطرية ديالنا واجدة سنخبعوها غير في البلاكار وغاندوز نخلط العطرية تسانية واللي هي عطرية ديال الحم لمضغمر يعني الحم اللي كيكون مقلي بالضغميرة كنديروا هنا واحد جبانة كندير فيها معلقة كبيرة ديال سكينجبير وغادي ندير فيها جوج معلقة كبار ديال الخرقون من بعد غانضيف واحد المعلقة كبيرة مع مراش ديال الفلفل الأسود اللي هو البزار الكحل وغادي نضيف تقريبا قليل من نصف معلقة ديال البزار البيض المجموع ما بيال البزار البيض والبزار الكحل معلقة كبيرة بالنسبة للبنات اللي ما عندهمش البزار البيض ولكن كان نصحكم تشيريوه لأنه كيعطيمها داقزوين للطياب وخصوصا الدجاج مقلي هنا غادي نضيف معلقة صغيرة ديال بسي بيسا اللي هي القشرة ديال لقوزة طبيعة الحال هاد العطرية ركزكم تصهدوها غادي نضيف معلقة صغيرة ديال قعقلة اللي هي حبة العيل وكنخلطهم زيان العطرية شير العطرية إلا كنت هكا مثلا عندكم اللي قادروهم وتخدمون العطرية بيديكم بحل كتسبسوها بيديكم مزيان مخشي بقوضي كنتكتولات فيها هناك مش توضفت شوية ديال القرفة راس المعالقات ديال القرفة لأن هذا اللحم كنضيف وغي واحد من غيزة ديال القرفة وكتخلطوا مزيان العطرية ديال لكم خاصها تندمج مزيان هكا باش كتطلع الريحة ديالها وكتطلق الريحة ديالها وهي كل ما يعني ندمجة وطالت شوية عالك تبدأت تطلع لكم ديال ريحة ديال تتبيلها تتسدوا للقرعات ديالكم مزيان كتدلون في شي بليسة اللي تكون مجلمة لها كرة مثالين ودائما لكت عندكم العطرية كتيرة كتتخلي وفع قرعة كبيرة وكتزوغ القصة تطيبو بي في قرعات صغيرة هناك كتبت عليها اسمية ديال العطرية بها ديالتيكيت بش ميتلف وليش لأن ابنتي كتدخل معي الكوزينة من بعد غادي نخلطو العطرية ديال المحمر أو الحمل المحمر اللي كان حضروه في العيد الكبير هاد الوصفة هادي وصفة تقليد ديال زمانية ضروري نحضروها تالت عيد أو رابعيد هنا في مدينة فاس عندي معلقة كبيرة ديال الخرقون معلقة كبيرة ديالزر عد القصبور المطحونة من بعد غادي نضيف جوج معلقة كبار يكونوا عامرين مزيان بالتحميرة بنسبة التحميرة من التوابيل الأساسية في هاد الوصفة لأنها مسمي المحمر ضروري تكون فيه تحميرة هادو الملعطريات بتلاتة اللي تنزيدو الملحة لا غير بنسبة اللي بنات اللي بغيتو الوصفة المحمر غادي تلقاوا الفيديو هنا في صندوق الوصف كنديرو تحميرة الخرقون زري عادية القصبور المطحونة المليحة ثومة متقوقة وشوية ديالسمنحار كنديرو غيشوية دياللمة بالنسبة للطريقة بالتفاصيل غادي تلقاوا الفيديو في صندوق الوصف هادي من الوصفة التقليدية دياللي عيد الكبير ضروري نديرها نهار ثلاث عيد او رابع عيد هنا في مدينة فاس بالنسبة للعطرية كتخلطوها مزيان كدروها هنا في قريعة وكتسدو عليها كي يجيكم هاتنا مثلا طيب سهل كتهزو قريعة كديرو معلقة منها او معلقة ومس بحركوا لعطرية بحديتها كتربحو حتى الوقت يعني أنا بالنسبة للعطرية كتنفعني بزيف وكتهنيني بقوة قوة القراءة يعني قرعو حدا كنهزة كنصب بها وكنولي ردها لبليستها وكنسدو عليها مزيان ضروري نكتبو فيها هاكا اسمية ديال العطرية اللي عندنا وتنضيروها في البلاكار غادي ندوز دابل العطرية اخرى واللي هي العطرية ديال الكفتة على طريقتي غادي تعجبكم ها تخليطة هادي ديال العطرية كناخدوشي جبانة وغادي نوضع هنا التحميرة تقريبا واحد جوج معلقة كبار ديال التحميرة او معلقة مصمومة اللي حساب بنتما وما التحميرة هادي ديال نيورة كتعطي اللون وكتعطي المادق غادي نضيف هنا واحد معلقة كبيرة ديال زري عادل قصبور هادي معلقة صغيرة هينا غادي نضيف معلقة صغيرة ديال الفلفو الاسود راها مع عمراش يعني معلقة صغيرة مع عمراش غادي نضيف هنا شوية المهم ما بين اللبزار البيض والبزار الكحل كندلو معلقة صغيرة يعني إما ديرو أنا بحيطة مثلا العمل المجموع معلقة صغيرة عمر Yar غادي نضيف الكامون لأنك لا تعرفون كامون كمرر وهذا الكامون راها كامون البلدي وخزيد والتامن ولكن الماضاق دياله زويد هنا غد نضيف شوية ديال السودانية هدي إضافة اختيارية مثل ما كيبغيهاش هنا غد نضيف معلقة صغيرة ديال معدنوس ميبس ورها غد نخلي لكم الفيديو ديال معدنوس ميبس طريقة ديال تحضير ديال بودرة ديال التوم بودرة ديال الباصل غد تلقاهوه في صندوق الوصف هاد الفيديو غينفعكم بزاف ضفت معلقة صغيرة ديال البصلة يابسة كتكون غين هكا مهار مشا هنا ضفت شوية ديال الزعتر كيعطي واحد الماضاق زوين الكفتة وغادي نضيف كذلك مرد الدوش حتى هو بحث زعتر ميبساهم علي يدي في الدار تيعطي واحد الماضاق هائل هو الزعتر مرد الدوش هديرو في الكفتة هو الزعتر تشوفو رضو عليا تشوفو الماضاق كيعطي الكفتة كتحكو حتى هو غير ما بنيديكم بالنسبة لهاد العشاب هادو كتشريوهم كتبسوهم علي يديكم في الدار هكا حسل ما تشريوهم ميبسين ما كيكون فيهم لا غبرة لا والو يعني كتعرفوا الحاجة اللي كتتصاوب على اليد ضروري كنخلطوه مزيان العطرية ديالنا يعني كتحكوها مزيان حتى ما كيبقوا فيها لا تكتولات لا تشي حاجة وكيندامجوا التوابير كولها كباش كيتلقونا الريحة زوينة كتاخدوا دائما القرعات ديالكم اللي كتكونوا مع قمو من الشفاء مزيان وعاد كتدروا فيها العطرية كتسدوا عليها مزيان دارو القرعات يكونوا كيتسدوا مزيان باش يبقى ديك الجهد ديال العطرية فيهم هكا مثلا دبال كفتا كتدروا غيم علقة ديال العطرية حسل ما تقود ديروا كل حاجة بوحديتها البزارة ها ديها كقرعة وحدة كتكون عندكم كافية كتجبدوها كتربحو تلوقت بهدت حضير ديالها التوابل كتربحو الوقت وكتصاوبوا التوابل لديكم حسل ما تشريوها جاهزة كما كتعرفوها التوابل جاهزة كلها غالية ثمن ديالها مرتافع فكتصاوبوا على يديكم في الدار احسن بكاتير ما تشريوها جاهزة دروري تكتبوا اسمية ديال توابل هكا باش كتتسهل عليكم تعرفوا عليها واندوزوا العطرية اخرى واللي هي العطرية ديال القطبان او البروشيت ديال القطبان غدي ناخد هنا تحميره دروري تاخدوا شي جبانه كبيرة باش خلطوا فيها التوابل ديالكم ضفت هنا جوج معلقه كبار ديال تحميره ثم غدي نضيف هنا زرعه ديال القصبور يابس مطحونه هنا كما شتول معلقه كبيره غدي ناخد غير معلقه صغيره شوفوا معي يعني مرة كنعبر بالمعلقه الكبيره مرة بالمعلقه صغيره ردوا البان هنضيف معلقه صغيره ديال القصبور يابس مطحونه كذلك الكامون هنضيف معلقه صغيره متان كتروش الكامون في الكفتاو في القطبان لان كما كتعرفوكم ما كترتو الكامون تيعطي المروره كامون البلدي كيعطي المضاق زوين ماشي بحال كامون الرومي هنا ضفت البزار فلفل اسود وهنا ضفت البزار البيض يعني كتديروا البزار البيض والبزار الكحير هنغاندير شوية ديال السودانية فلفل الحار اللي ما كيبغيوهاش بطبيعة الحالة غدي يستغنوا إليها هي كتبنن القطبان كتبنن الكفتاو ولكن اللي ما كيكلهاش مره يقدر يستغنى إليها هنغاندير معلقه صغيره ديال المعدنوس المجفف وغدي ندير هنا هيا واحد شوفوا معي ما كاملاش نصف معلقه ديال بودرة ديال التوب وغدي ندير معلقه صغيره عامره مزيان من البصله اللي ميبسة اللي كتكون شوية مهرمشة بعينه وطبيعة الحال ملي كتخلطوا القطبان ديالكم ولا بغتو جديوش ديال البصله محكوكه كتزيدوها باش نطلعوا ديك اللونزوين ديال الشرمولات القطبان نديرو واحد شوية ديال خرقهم تقريبا واحد نصف معلقة صغيرة ديال خرقهم وباش نعطي اعطيكم البنة والمعطاق زويل قطبان ديالكم يجيكم بنانين خديت هنا تشكيلة ديال زرعه ديال لموتاغد وغد او تحنسها خديت هاد لموتاغد هادي الزرعه صفره وخديت هاد الزرعه هادي يكتكون ميله البحولية وكتكون غريم غلوقه كما كتشوفوا معي دور فرقه بيناتهم وموره من نفس القياص وكاينه واحد الزرعه اللي كتكون رقيقه بطيكون لون ديالها هكا بحالي لمارو حتى هاد الزرعه دياله موتارد هادو بتلاته زرعه دياله موتارد وكيعطيوا ببنة زوينه هادو بتلاته صهدتهم حشوية وطحنتهم اعطاني هاد الخاليط هادا هاد الخاليط فيه واحد ماداق ممتاز تتديروه في القطبان تديروه في الجاج مشوي تتخدموه تتديروه في الزف ديال الاعتريات تتعطي واحد لبنة. نين فرد ما عندكم ش هاد الزريعة هادي. منين تبغيب تشرملو القطبان غديرو تقريبا واحدة المعالقة كبيرة ولا المعالقة ونص ديال لاموتاغد العادية اللي كانتشيري ولي كانت تكون في القراءات جاهزة. هنا كان نضيف هادك الزري عاد لاموتاغد متحونة. كانتخلط مزيان هاد التسبيل هادي. كما قلتكم البنة. ما عندكم ش زري عاد لاموتاغد ما قدرشوش تشيريوها. ديرو غير لاموتاغد العادية ولكن هادك حتى كتبغيب وتخلطو القطبان ديال كوين يديرو اللحيم وتخلطو قدروا ديك الاموتاغد. كتعطي واحد البنة للقطبان. كانتخلطو مزيان تسبيلة. وتنديروها في القراءات ديال الزياج. كنزدو عليها هاد الخلطة ديال البروشيت ديال القطبان شوى. ديروها حتى لصدر ديال الدجاج. وحتى للاداند. تاوما كيجيو بنانين وزوينين. الماضاق ديالهم كيجيب حالي دايرين مع القطبان ديال شوى ديال البقري او دلغنمي. وضروري مديك اللي كتفيها السمية ديال العطرية كباش كنتعرفو عليها وتنحتفضو بها غي في البلا كارمي كتوغلو تشربو القطباس ديالكم. كتنزو مع القا او جوج او مع القا ونص على حسابكم توم. ودبا غدي نخلط العطرية ديال الدجاج مشوى ديال العراضات او ديال المناسبة. كتاخدو هكا شي جبانة كبيرة. كان نوضعو فيها واحد مع القا كبيرة ديال سكينجبير. غدي نوضعو كذلك واحد مع القا ونص قريبا ديال الخلقون. ثم غدي نضيف هنا يا الزررا ديال القصبور يابس. متحونة هنا خدم طغير المعلقة صغيرة شوفو معايد. طغير مع القا صغيرة. هنا غدي نضيف البزار البيض تقريبا مع القا صغيرة مع مراش. وغدي نضيف البزار الكحل شوفو معي. طاوة مع القا صغيرة مع مراش. بحيلเยدفنا مع القا ونص ديال نضيف معلقة كبيرة ونصف تحميره نضيف معلقة صغيرة ونصف تحميره نضيف معلقة صغيرة ونصف تحميره نضيف معلقة صغيرة ونصف تحمي نضيف معلقة صغيرة تحميره تحمي المعدنوس المجفف تحميره الملحة شنوى ها تلقاها كتباع لا بغيتو تصغنو عليها انا غنضيف شوية الزعتر كان حكوه غيما بين الدينام طب عيل الزعتر بعد ما كان قيوه كان دخلوه الالفران غير ديك سخونية كذلك ازير حتى هو كان ضيف واحد شوية بالنسبة لهذا الاعشاب دائما تكون عندكم منقياه ديه في عليبات في البلاكار او ديوا اغف اكياس البلاستيك انا كنضيف اكياس ديه البلاستيك ونجمعهم في علبة وحدة ورقة سيدنا موسى وزعتر اهزير كلهم ديك الأعشاب تنديرهم في وحدة العليبة ونسدى لهم كل عشبة تنديرها في كيس بلاستيكي ونسدى لها مزيان وعاد كنديرهم كاملين في علبة كبيرة كنخلط مزيان هاد التسبيلاء او هاد العطرية وتنديروها في العليبات دي الزجاج لكيكونوا معقمين منشفين مزيان ناشفين وكونوا كيتسدو مزيان كما قلت لكم إلا درتوا كمية كبيرة ديال العطرية اما دروها في علبة دي الزجاج كبيرة وقوتوا غير قياس لطيبوا بيه دروها في علبة صغيرين او دروها في أكياس البلازيك دروها في المجمد وخلوا غير القياس اللي بغيين هو اللي تخليوا عندكم تنفل بلاكار ولدتوا الأكياس في المجمد خاصكم تغلفوهم مزيان وتعودوا يعني ضبلوا الأكياس ودروهم في علبة كبيرة غلفوها بسلوفة بيش كيبقى الجهد ديال العطرية يعني فصل العطرية مكي يدلكم شريحة في المجمد دائما ديكليتيكات ديالكم كتكونوا كاتبين فيهم السمية ديال العطرية هكا بش كتتعرفوا عليها لكن عندكم هكا المساعدة او إلا عندكم بش هكي يدخل معكم الكوزينة بحده بانا ما تدخل بانتي معي الكوزينة ضروري العطرية تكون فيهم السمية وكان هدا هو الشكل النهائي ديال العطرية عندي هنا العطرية ديال القطبان ديال الحم ديال البروشيت ديال الحم تقدروا تحضروا بيها حتى البروشيت او القطبان ديال الجاج او ديال ديكرومي الادانت كي كادشيل العطرية الاندي يغل اللون ديالها كي بين الجودة ديالها شيحة جزوينة مصوبينها علي ديكم كالطيح اقتصادية هدي الإعطرية ديال الحمل مضغمر هدا الوصفة ديال الحمل مضغمر يعني وصفة قلي ديال كي جيي لحم قلي بالضغميرة مضغمر كي جيي بنين بالمضاق ديال العراسات ودي المناسبات تقدروا معلقة او معلقة ونص او جوج معالق باش كتشرملوا كمية العطرية على حسب كمية الحم هنا العطرية الكفتة من السماء والبنينة سواء الكفتة البقري او الغنمي او الكفتة الدجاج او الكفتة الرومي سواء الكفتة السردين في المضاق هنا لدي العطرية تجاج العراضات الحمد المضاق أتمنى أن تجاج المضاق هنا لدي العطرية المحمر المحمر من الوصفات التقليدية الزمنية في العيد الكبير دائما سنطيبوها نهار ثلث عيد او رابع عيد بالضلوع ديال لحولي هاد العطرية هادي غديت نفعكم بزاف كجي يكون هاكا ساعة وعملية في الاستعمال وغديت تلقا ورابط الفيديو ديال المحمر الفاسي اللي كان طيبو في العيد الكبير غديت تلقاوها في صندوق الوصف هنا عندي عطرية ديال الدجاج المضغمر الدجاج اللي كي طب محمر بالضغميرة بحال ديال العراسات كي يجي بنين ومن السم والديد ما تشبعوش من هناك الدجاج مكالطيبوك يجي بحال الدجاج ديال الفرح تماما وراني اصبق لي وشاركت معكم انواع اخرى ديال التوابيل بحال مثلا العطرية المكسيكية اللي كان نسمو بها المملحات بحال البريوات لسيجار لينيم هاكا رغيفات مع امرين هاكا تدلوها حتى في فليبات في حشوات الملحين كلها كذلك العطرية ديال الشوارمة حتى يجي بحال شكل ديال العطرية الجاهزة تماما كتطح لكم ارخص واقتصادية بزاف كذلك العطرية ديال الحوت حتى يكتطح اقتصادية وكتجي بنينها وكت تكون عملية العطرية هادو مع عطريات اخرين غدتلقوا الرابط ديالفيديو ديالهم عندي في صندوق الوصف غدتلقوا الرابط ديالفيديو ديالبودرة التوم بدرة البصل تحضير المعدنوس المجفف بالنسبة لهذا العطريات ها هم اقتصاديين كيتطحوا عليكم احسن بكثير من العطريات الجاهزة كما كتعرفوا العطريات الجاهزة كيتباعوا بتامان مرتفع وبطبيعة الحال ماشي بحالي كتوجدهم علي يديكم منقيا عارفين شنو موجدين الريحة ديالهم مجهدة اللون ديالهم كيشوفوا كيفاش كتجي كيجي اللون ديال العطرية الريحة ديالها كتجي مجهدة وبطبيعة الحال شي حاجة ننقية كتاكلوها بعينيكم مغمضين نتمنى حبيبات الغاليات نكون فتكم ولو بالقليل بنسبة للعطرية ديال المروزية اللي بغيتوها قلوها لي في التعليق ندلكم فيديو خاص على العطرية المروزية لانه فيه حسن شكيلة كبيرة ديال التوابل شكرا حبيبات الغاليات على حسن المتابعة ديالكم على التعليق الطيبة ديالكم على الدعم والكلام الزوي اللي كتخليه ولي في التعليق اللي يعجبكم فيديو ما تنسوش توصلوه الأكبر عدد من لايكات ولا عندكم شي اقتراحات ولا شي ملاحظات مرحبا بيها قلوها لي في التعليق وبنسبة للأخوات لعدل تحقق جدا مرحبا بيكم فضلا وليس أمرني لك المحتوى ديالقانات كيعجبكم دعموها في الشتراك وفعلوا الجرس باش تبقى دائما توصلوا بجديد الوصفات وإلى اللقاء في فيديو قادم ووصفات أخرى بحول الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر